سلامكم للأخوة والأخوات كذلكون ومعرفكم الأخير والأخير وأنتم الله أن't all peace and all بقيكم فيديو فيديو في عصر الحوال مرحبكم مع سلوي نيوز فيديو جديد وموضوع جديد ودائما في إطار تتبع أخبار المكتب الوطني السك الحديدية لصراحة الأخبار أو موقعات يشتك فرق سواء وسائل التواصل الاجتماعي ولا كذلك المواقع الإخبارية ولا حتى الموقع الرسمي للمكتب أو صفحة الرسمية المتواجدة على الفيسبوك إذن أيها المتابعون الكرام مشروع جديد إذا ما خرج إلى الوجود سيكون أي شكل واحد القفزة نوعية ما هو المشروع أخي سلوي نيوز المشروع على وهو ربط مدينة ابن ملال بالسكك الحديدية والي كما أقول لكم قد يعتبر خطوة نحو التنمية المستدامة إذن أيها المتابعون الكرام مشروع ربط مدينة ابن ملال بالسكك الحديدية يشكلنا واحد القفزة نوعية في مجال النقل والتنمية الاقتصارية والاجتماعية بجهة ابن ملال هذا المشروع الطموح لتهدف إلى مدى إلى ربط ابن ملال بالضار البيضاء عبر خريبقا السؤال لقبل من دخلوا في التفاصيل لهذا المشروع هناك عدة أسئلة تطرح من أهمها الأهمية للمشروع والأهداف من هذا المشروع إذن أهمية المشروع والأهداف تتمثل أولا في تنشيط الحركة الاقتصادية بحيث أن هذا المشروع سيؤدي إلى مدى إلى تسهيل حركة البضائع والأشخاص الأمر الذي سيستعمل في مدى في تنشيط الحركة الاقتصادية بالجهة وكذلك خلق فرص عمل جديدة الأمر الثاني تقليل الضغط على الطريق فما سيقول لك كما تقول هنا محور سيكاكي الأمر سيخفف ويؤدي إلى تخفيف الضغط على الطريق وبالتالي انتفاده الإزدحام وكذلك انتفاده واحد الأمر مهم وهو التلاوت البيئي الأمر الثالث تعزيز الترابط ما بين المدن هذا تنظر أمر واضح وسهل يعني محتاج للشرح هو أنه مدينة ما تقعش معزولة فهتولي مرتبطة بالعديد من المدن يعني عبر شبكات السيكاك الحديدية الأمر الأخير الاستثمار في البنية التحتية تنظر حتى هذا الأمر هذا واضح وسهل يعني ما محتاج للشرح له هو طويل ومصفظ بحيث أنه إن شاء الله هذا المحور سيثم كذلك في مدى في تطوير البنية التحتية للجهة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من بين أهم التحديات اللي لدينا في هذا المشروع الضخم والاستراتيجي ألا وهو إيجاد المصار الأفضل لتفادي وتجاوز العوائق الطبيعية والجغرافية فكما تستعرفوا معنا المنطقة فيها تضاريس صعبة الأمر اللي كما تنقلوا إحنا تستوجب يعني جهد كثير من أجل تفادي هذه العوائق الطبيعية والجغرافية سؤال أخير ما هي الأفاق المستقبلية لهذا المشروع هذا المشروع بإني يستميل يعني بمجرد خروجه إلى الوجود سيشكل واحد القفزة وكبيرة وبتحول كبير بالنسبة إلى الجهة فسيسهم في أنه يحول ابني ملال إلى مدى إلى قطب اقتصادي وسياحي بالتالي تعزيز التنمية المستدامة والأمر المهم والأهم ألا وهو تحسين جودة حياة المواطن إذن بلما انتهينا من هذه المقدمة لحاولنا أن نضح فيها العديد من الأمور ونصطها إلى أكبر حد ممكن الآن انتقلوا إلى جوهر الأخبار التي ظهرت خلال الساعات الماضية ففي إطار البرنامج الضخم اللي لدينا لها المكتب الوطني السيك الحديدية والتي أتلقى عليه اسم 2040 وكان من أهمه أنه القطار يوصل لعشرين مدينة جديدة فأيها المتابعون الكرام بإذن الله السمي العليم سيتم ربط خريبكة بمع ابني ملال أي أنه الخط السيكي الآن كي معروف يوصل حده خريبكة فغليتم التمديد دياله وغليتم ربط خريبكة مع ابني ملال وبعد المناسبة المكتب الوطني السيك الحديدية أعلن عن فتح طلب عروض من أجل ماذا؟ من أجل الدراسة التي ستقام قبل المشروع هذه الدراسة أولا تتعلق بماذا بتثنية الخط السيكي وكذلك تصحيح المصار بين خريبكة ووزم كذلك إقامة العديد من المنشآت الفنية من أجل ماذا استبدال الممرات على مستوى منطقة سيدي العيد ووزم وذلك حسب الخريطة الموضوعية حاليا وبالتالي سيتم ربط خريبكة مع ابني ملال مرورا بوزم والفقي بن صالح تكلفة هذه الدراسة حسب المكتب الوطني السيك الحديدية فغلي سبلغ 38 مليون ديال الدرهم وبمجرد الانتهاء من هذا الورش السيككي الضخم فإنه سيتم ربط العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية أي الدار البيضاء معه أو ببني ملال مرورا بخريبكة ويبدو يعني حسب يعني ما نشر أنه هذا هو المصار المفضل ولكن عندي لك واحدة مفاجأة هو أنه ما غدش يكون نقل سيككي عادي أي ما غدش يكون خط سيككي سقليدي وإنما سيكون خط سيككي فائق السرعة LGV وهذا المشروع بالضبط لل LGV فهذا سيكون شاركة ما بين العديد من الأطراف منها أطراف يعني تنتمي إلى جهة بني ملال خريبكة وأطراف اللي ستكون متمثلة بماذا؟ بوزارة الداخلية وكذلك الجماعات الترابية والمكسب الوطني للسيكك الحديدية إذا الخلاصة اللي ممكن نخرج بها هو أنه اليوم المكسب الوطني للسيكي الحديدية البرنامج اللي أعلن عليه فالآن يصهر على تنفيذه وتطبيقه هذه من جهة شيء آخر الناس اليوم لملاحظين بالضبط لجهة بني ملال هل يلاحظوا أنه في الأشهر الأخيرة بدأ الحديث كثيرا عن بني ملال بالخصوص وذلك تنظن لأنه من أجل الاستفادة من مقاوماتها في مجال السياحة وما تحتضنه هذه المدينة من مقاومات صراحة اللي يمكن لإنسان استغلها في المجال السياحي وبالتالي اليوم الظروف أصبحت ملائمة من أجل أن هذه المدينة كما تنقل إحنا نربطوها بالعديد من وسائل نقل بما في ذلك المطار اللي هو المعروف وكذلك بنقل سيككي متطور وبالطريق الصيار إذن كل الأمور الحمد لله تسير في الاتجاه الصحيح ولا ننسى الطريق الصيار أو مشروع الطريق الصيار مراكو شفاس مرورا ببني ملال إذن أي المتابعون الكرام وهنا يجب أن نذكركم كذلك بالمنطقة اللوجستية التي كذلك ستقام ببني ملال إذن أي المتابعون الكرام أظل الحمد لله وشكر الله المملكة المغربية تسير في الاتجاه الصحيح وكل أمور تبشر بالخير والقادم أفضل والقادم أفضل إذن أي المتابعون الكرام أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجدكم هذا فيديو في أحسن الحوال ودائما وأبدا كما تعودتم منه الله محفظ الإسلام والمسلمين الله مرحم الشهداء الله محفظ دولتنا وشعبنا وملكنا من كل سوء ومن كل شر كان معكم أخكم سلاوي نيوز من المملكة المغربية الشريفة تحياتي لكم تحياتي لكم